تخيل عشر سنين عدت على تلاتين سنة وثلاثة عشر مزي الهواء لسه فاكر كي انه مبارح وانا في جريدة الوطن شغالين فوق في عز الايام دي وشايف الاخوان في الشارع بيهجموا على المقر الجريدة عندنا ينهر ابيض كانت في الايام الاولى بعد عزل مرس مباشرة كنا احنا في الدور كنت انا في الدور الرابع تاريبا وبنتابع ساعتها الاحداث ما كناش بالروح في ايام الشغل دي كتا ايام وذكريات وفاكر في مرة يعني وانا بعد ما روحت كمان كان بعد المغرب مدير التحرير التصل عليها اللي رجعتني كمان فكملت الليل كتا ايام ما كناش بالنام في الحقيقة حتى في الثلاث سنين من 2011 13 كتا ايام شغل في الاعلام والصحافة اصل الاخوان دلوقتي بيدعوا ان هم دعاة الحرية وحرية الرأي والتعبير وابداء القراء والتفكير وهو رايح لجورنال عشان يحرقوا ويعور او يقتل تنسيك حشار مدينة الانتاج والليه انت حضرت بنفسك يعني قبول كان في الحلقة كان يجي حصروا وبدأوا الاول بقوات حزم صلاح ابو اسماعيل قتلت حزم ثم بعد ذلك توالت الهجمات وكنا نلف علشان ننط من فوق اسوار وندخل من ابواب كانت ملغية وحتة كانت اسوار قديمة تفتح لنا منها حتى جملائنا من العاملين في القنوات بمعاول بسيطة وابتاع عشان نعرف ننفد من حتى قدي كده عشان نخش للستوديوهات نشتغل ايام الله لاعتها في الحقيقة كانت ايام صعبة جدا لكن دلوقتي بقي الزكريات هي مش مريرة اوي لكن زكريات ممكن تقول الدفاع عن الوطن وحب الوطن وازاي ان احنا في الفترة دي يعني ناس كتير اوي ضحت وانا استعبت وناس باعت وخانت يعني باعت وخانت بسهولة جدا يعني في الفترة دي لأ وباعوا بلا تفكير اه وبعدين حكاية شعار الحرية والقصة دي ارجع الوسائق التمكين اللي هي بتاع تخير الشاطر وقديل السلسبيل ولازم هتشوف ازاي نحيد القوى السياسية اه وازاي نحنا مع الغرب نتواصل مع الغرب فلازم ارفع شعار الديمقراطية والكلام ده يعني فهي اصلا شعارات بتكون براقة حتى ما بعد عزل مرسي هنلاقي انه في الخطة بتاعاتهم حاجتين او ثلاثة واحد اه تحييد القوى السياسية برضو اتنين الهجوم على الجيش والشرطة دي اتنين دي لازم يعني ازاي ان انا باعتبار ان الجيش هو حامل حما تحديدا انا اتذكر وصححني في اللي انا هقوله محمد البلتاجي سيء الزكر محمد البلتاجي طلع في برنامج على الهوى يتكلم على رؤية الجماعة ورؤية محمد مرسي في ضرورة تشكيل قوة موازية لقوة الشرطية بتاعة وزاعة الداخلية ده كان واضح من الفين واثناشر انه لازم يتعامل ونرجع الورا كمان لا من خمسة وتسعين كمان النواة انا اعمل نواة تبجهزة لما يسمى الجناح الخاص المسلح وتدرب في الخارج وترجع تبجهزة ومجرد من نقرر ده في مرحلة مقبلة دول هما اللي هيكونوا قادة هذا النظام الخاص ده تم بسرعة الفين حداشر بقى جاتوا وبتاعه فهما ما كانوش جاهزين بشكل متكامل فبدأوا يفكروا في ما يسمى عمل حرس ثوري على غرار الحرس الثوري الايراني وكان فيه زيارة لمسؤول ايراني وحنا عارفين كلنا وده جيه في مسلسة الهجمة مرتدة وده كان بيوسق الحالة دي وقاعد معاهم وكان فيه اجتماع كمان مهم جدا حصل في مدينة بنغازي في ليبيا وكان حضره محمود عزت وقصام الحداد وواحد اسمه ابو عبيدة في ليبيا ولتجهيز ما يسمى وفيه صروة صلاح شحاتة كمان ودلوقتي مقبوضة عليه تجهيز ما يسمى هذا الحرس الثوري اللي هو مش عارف كان يطلقه عليه الحرس الثوري الاخواني ولا اي اسم لكن هو كان فيه حرس بيتشكل الجماعة الاسلامية المصرية في الصعيد استعجلت ده وشوفنا طلعوا بمونسيكولات ورايات سودا صح ده موسق بالفيديو متصور متصورة وطلعين ان هو استعدادا لعمل ما يسمى الحرس الثوري اللي هو يؤمن وهيكون جناح بديل للجيش المصري بحس ان انت هيبجيش قدام جيش ودي بالمناسبة استراتيجية وسياسة سياسة السياسة الميليشيوية الميليشيوية دي خلاص بدأ الدول كتيرة جدا تستخدمها يعني حكاية ان انا اعمل ميليشيات تقاتل على غرار الجيش وشغلها سواء في داخل الدولة او في خارج اطار الدولة يعني مثلا فاغنر مثلا الميليشيات اللي هي في ليبيا الميليشيات اللي هي الايرانية مثلا في بعض المناطق فاذا انت عندك دي سياسة واستراتيجية جديدة اللي هي حرب الميليشيات الحرب اللي هي اللي هي المتماثلة مع الجيش يعني الجيش هيقاتل بقى في حرب شوارع وقصص بيتعب يعني امور بترهق اي جيش في العالم فهو كان عاوز يعمل حرس ثوري شكله ده ماذا لو لم تحدث 30 يونيو فانت كنت ستشاهد حرس ثوري بشعارات اسلامية بديل للشرطة والجيش في الشوارع وشوف بقى هيعمل ايه بقى